مع الحرارة ما في كعربة بالمرأة يا براهيم حيطوا منتنى أبداً نحن هلأ اللي مضوئين لهم يعني بتصدق كمان رياض أول ما وصلنا على ضو سيارتنا في إحدى السيدات ركديت وصارت تشتغل ببعض الخياطة لكنزة ابنها خليني أدخل هلأ لهيدا البيان لشوف معاناة عضو سيارة الام تي في صحيح هلأ عدسة الام تي في عم تفوت لتخلي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ابن مدينة طرابلوس الملياردير الشهير لأنه وصلته من اليونين على لبنان بعد ما زار طرابلوس لذلك نحن قررنا ندخل إلى مدينة هذا الرئيس لنقل له هيدا أطفال لحظة هيدا ضو عندهم ولا ضو ولا التورش تبع الكاميرا لا طفيلي ضو جورج لو سمحت هيدا الضو اللي عندهم طيب رجح ضو يضو الكاميرا على الموبايل هيدا شو على الموبايل هيدا الضو طيب ضو يضو الكاميرا هيدا على الموبايل وطبعا إذا فيه صورة سياسي بشارع كمان ممكن تكونوا مضو يعني لحظة وقتل فتو مثل ما عم نشوف هيدا المشهد وقتل فتو على البيت انتو كان شوهول مضوة يعني كيف شايفين بعضهم هني مافي 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 ضو بس بس التليفون وكمان هون على البرات كمان جورج طفي ضو هذا الاختراع اللي اخترعوا الغرب لللبنانيين ولأبناء حي التنك بطرابلوس يلي فعليا أنتجوا أنتجوا هيدا الأداحل إلى ضو وفعليا مابيعرف ايمتها إلا يلي ما عنده كهرباء ويلي ما شيف بعد شي عم نشوف الأطفال اللي نيمين هون بالأرض رح تحدث مع أهليهم عندك هون الأطفال بهايدا الشكل عم تنام على البلاط بالإضافة إلى أنه هيدا العائلة عنده طفل بيستخدم الأكسجين وبيستخدم مكنة الأكسجين لحتى يتنفس بشكل طبيعي حضرتك ولد الأطفال وين الطفل يلي بيستخدم الأكسجين وقت ما بتقدرت هيدا الطفل اللي بيأخذ الأكسجين وقت ما بتكون في كهرباء يعني عم تخبروني بتجي ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين ماكسموم بالنهار وقت اللي بتتجهوا لشركة قاديشة بتقطعوا طريق بيرخولكن إياها ساعتين للكهرباء في حال ما اجت الكهرباء كيف بتعطي الأكسجين يعني جار هوني بمحل جاجي يعني وفي فرم منقوش بيخدلون كيف يضووا كهرباء هنه عم ولد هيك صغير بيأطوني بيحطيني إذا ما عطيتوا الأكسجين شو بيصير فيه يعني بتأزم عليه صدره وبصير يعني ما بيقدر يخد تنفس يعني حتى النفس خنقوا عن أطفال يعني براهيم يعني عم بيأخذوا الولد بس لعظة لمستوعب شغلة بس يعني بيأخذ الولد على الفرن مطرح مع الحرارة بتكون ثمانين أو بيأخذوا عم حلة جاج محلة فريريج لأنه عنده مولد صغير تيركب الأكسجين للولد طي حطله أكسجين كرميل يقدر يتنفس بعد ما خنقت هيدا الدولة أنفس الأطفال أيضا يعني براهيم كنت عم تحكي لي قابل يعني اختلفت التسميات والوظيفة لهيدا الجاط ولكن أبناء طرابلس اليوم مثل ما المدام خلي تخبرنا بالبداية هي هيدا لشو بتستخد مية ألتيلة أول ما وصلنا حطلنا ماء كرميل شو الماء كرميل يضاردوا هالأطفال شو بدي أعمال وين بدنا نروح لأكتر من هيك إذا عم نجيب كيس الحليب صار ب83 ألف كيس الحفوضات صار ب55 ألف يوم جابلي جوز من المينة قلتيني في حدا مريض كمان من بيناتهم هيدا قبرني اليوم كل نهار استفراغ وما عم يدوء شي أبدا يعني عبكرا إذا أنا أخدته على الحاكيم لهاتصابي ما في أدوية شو بعمال أنا بغض النظر عن سعره طبعا في حال توفر أيضا ترجمة نانسي قنقر